موسيقى اهلا وسهلا اخواني اخواتي كما دائما عودناكم وكما تتعرفوا بزاف ديالناس رجعوك يلتجعوه بزنس شحاجة اللي صغيرة يعني واحد المشروع اللي يكون صغير ومربح حنا اليوم شاء الله في هذا الفيديو جبنا نكون واحد المشروع صغير ومربح هاد المشروع هذا اخواني اعيدوكم بان هالمشروع هذا كيخدموا بيه بزاف ديالناس في العالم وخدام زيان غادي يتعريف ديال هاد المشروع هذا وغادي يمدال لكم بالايجابيات والسلبيات زائد كذلك الثامن وزائد كذلك طريقة ديال التسويق اوكي خليكم معنا في الفيديو هذا المشروع لاخواني اخواتي كيعتمد على واحد الماكينة واحد الماكينة اللي هي اسمها برادر بيه تمنمية هاد برادر بيه تمنمية كجهي صغيرة الحجم ولكن المفعول ديالها كبير الحجم هاد برادر بيه تمنمية هي ماكينة ديال الطرز ماكينة ديال الطرز الالكتروني ولكن ماشي كما الماكينات اللي كتعرفوهم اللي كيكونوا كبارين والثمن ديالهم غالي بزاف وشي حاجة اللي صعيبة وكمبليكية باش تخدم فيها هاد الماكينة هادي رخيصة في الثمن يعني ايجابيات لي فيها هي انها رخيصة في الثمن وكذلك كتخدم سمارت يعني في حل تقريبا كتشغل واحد الهاتف او كتشغل واحد الحاسوب وشي حاجة اللي بسيطة هذه الماكينة هادي ستقدر تخدمها بطريقة بسيطة جدا فقط ستأخذ واحد الديزاين او او واحد السميم وقدروا واحد الفلاشة واحد الفلاشة وصافي وقدروا في هذه الفلاشة ودخله في الماكينة والماكينة اوتوماتيك وتقرأ هذه الديزاين اللي بالالوان مثلا نايك قديدا او اشكال او لوغو كيفما كان ومن بعد تحط لها البياسة اللي ستطبع وصافي وكتلنصي لها اوكي ها هي طبعات لك البياسة باخير ده بشكل اللي يقدر يخدم في هذه الماكينة ها اللي بغي يخدم في هذه الماكينة ها اللي مثلا شي واحد بغي يدير بغي يدير بغي يدير واحد الماركة دييله اللي يبقى يخدم بها ويسوق بها كين ناس اللي غادي يخدموا بها روفوندور يعني انت ما Vorsل شي ناس كي خدموا باغن يخدموا هاد شي هذا وغادي يبقوا يعطيوك الشغل وتخدم معهم كأنهم هم روفوندور أو سوف تقوم بطريقة على طريقة سير كوموند مثلا يحتاج لكوموند لتخدم التجارة مثلا تخدم عجوميا أو أمازون أو في مجال التجارة الإلكترونية ندوز الإيجابية في هذه الماكينة ما يمكن أن نقول على هذه الماكينة أنها صغيرة الحجم إيجابية فيها صغيرة الحجم وما تأخذ المساحة كبيرة مثلا ماكينة كبيرة تأخذ لك المساحة بيس أو المساحة بيس أو المساحة بيس أو غاراج أو شماحة كبيرة كيف تتخدم فيها؟ هذه الماكينة تستطيع تخدمها في البيت النعاس في البيت في الصالة لا تريد أن تتخدمها تجزها في حالة لديك شيء بيس وزاعة حاجة التي تتمنى لها غير باهد يعني أي شخص يقدر يشري هذه الماكينة ويبدأ بها الخدمة يعني في الوقت أن تريد أن تشريها مثلا ماكينة الطرز الإلكتروني رخصك خمسة الملايين ستات وعشرين مليون بشري ماكينة الطرز الإلكتروني لحجمها الكبير ولكن هذه الصغيرة يعني أي شخص يقدر يبدأ هذا المشروع واحدة أخرى هي سهلة الاستعمال طريقة غير صعبة طريقة سهلة جدا فقط تأخذ ديزاين ضرورة سيكون لديك واحدة المعرفة بالحاسوب لكي تعمل هذه العملية وسوف تقوم بعمل تقوم بعمل تقوم بعمل تقوم بعمل تقوم بعمل حاجة أخرى سوف تقوم بعمل تي شورتات على كسكيتات على أي حاجة تتعلق بالتوب ودابا إخوان الديزول السلبية هذه الماكينة السلبية هذه الماكينة هي ممكن تقول باطاية أكثر مقارنة مع الماكينة الكبرا يعني مقارنة مع الماكينة الترز الإلكتروني الكبيرة على المقارنة لا تقوم بقصد هذه السرعة سوف تكون باطاية أكثر يعني تعمل تقوم بعمل وأن تشرب قهوة على مسالة نظرة أخرى سيكون سلبية في هذه الماكينة. هذه هي أنها سيكون فيها غير مثلاً 29 على 21 سنتيم. يعني تقريباً العبار ديها الأكاد. واحد حجم صغير شوية مقارنة مع الماكينة الأخرى التي تخدم حتى الميتر وتخدم 80 سنتيم وتخدم 40 سنتيم. يعني تخدم واحد للديزاين يعني كبير. تقدر تخدم مجلابة. هذه هي تقدر تخدم لك واحد يعني واحد العبار موحدة لأنها الحجم ديها صغير. والحاجة الأخرى الإخوان اللي قدروا نقولوا أنها سلبية. هو أن يكون ضروريكة تعرف شوية في الحاسوب. ما يمكنش أي واحد ما كيف يفهم مواله في الإلكترونيات وهذا الشيء هذا. أنه يقدر يخدم بها ضروريك. يكون عند واحد معرفة يعني بسيطة بالحاسوب. يعني يعرف يخدم الحاسوب. يعرف يدير شوية الديزاين وهذا الشيء هذا بشيء يقدر يتعامل مع هذه الماكينة هذه. يمكنك ارناها شبابات التقريب Cent. نحصل إلى الأخوان ترني للتصويق هذا المشروع هذا. مثلا تم تصل إلى هذه الماكينة هذه وصلت على الله. و أريد أن تتطبيق هذا المشروع هذا كيف يمكن مستقوم التطبيق أليا تصوير كما يجري كيف يمكننا التطبيق؟ كيف يمكنك المستخدم أي تحتاج إلى الماكينة هذه الماكينة وكيف يمكنك التطبيق منها. الفلوس. اول حاجة الاخوان كيف ما كان عارفو دابة في هاد الوقت دينا اي شو كون اللي يخدم. اذا جيتوا تشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي شو كون اللي يخدم فيسبوك وانستغرام والتيك توك. اي حاجة درتيها في فيسبوك وانستغرام والتيك توك كتدرع لها مثلا شي ديزاينات شي حاجة اللي سكون انيقة شي حاجة اللي في المستوى. ارى غاي شروعها من عند. بالخصوص عندك انستغرام ده برجع خطير في المجال ديال التسويق. يعني الى كنت عندك شي بريند ولا عندك شي ديزاينات ولا عندك شي حاجة اللي ستسبيع. غادي ستقدر تسبيعها في الانستغرام طريقة سهلة. او عبر تواصل مع المؤثيرين. اذا كان عندك واحد شوية ديال بيزنس واحد شوية ديال رأس مال وبغيت يستثمر مع الناس اللي كيكونوا مؤثيرين. يقدروا يجيوا عندك بزاف ديال الناس غير من هات عن طريق هاد المؤثيرين هات. ثاني حاجة صنع اخرين الذي اقدروا تنفعها هو إنشاء متجر الالكتروني ديبر ما طريقة ديال او متجر الالكتروني. ما حال هاد يكون هناك وقت الحاجة اللي بعيدة انك تنفع واحد المتجر الالكتروني ديبر الغريع عليك في الفين واثنين وعشرين ما فوق. ضروري يخصص مع المتجر يكون يكون عنده متجر اليكتروني يحط فيه السلع ديال اللي كيبيعهم هادي 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 ضروري في هاتي المجال في مجال تجار. بالنسبة للناس اللي في امريكا, او رجعون او شنص في السطر او با واحد الناس رجعون البعض و امريكا في الشركة او امازون تربيعو الاف hah!!! ومستهلكة اكثر من الناس اللي كانوا في افريقيا والناس كتخلص بلاكارد قيشي وزائد امازون وهي واحد القوة العظمى اللي تستطيع تبيع فيها وتفرع الدنيا بها وقبل ما نسالي والاخوان نقول لكم الثمن ديال هذه الماكينة هذه واحد الحاجة المهمة الاخوان رح نضربوا تماري على هذه الفيديوهات باش كنكريوهن اللي بغايدر واحد سبسكرايب واحد جيم وبالنسبة للثمن هذا الماكينة هذه كتراوح ما بين 8000 الى 9000 ترهم كانوا يتباعوا في الاوروبا بالنسبة للأوروبا الناس اللي في أوروبا والميري كانوا يشريوهم امازون وبالنسبة للناس اللي في المغرب كانوا يشريوهم شنواء وكانوا شركات برادر مثلا برادر هذا برادر شركة معروفة في هذا المجال للطابعات المجال الامبرودري هذا المجال الطرز الالكتروني يعني تقدروا التواصل معهم مباشرة وتشتريهم عندهم هذه الماشين ونتمنى الاخوان يكون عجبكم الفيديو وما تنسوش وما توخرش علينا بالاشتراك في القناة والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته